أول بزنس يعني يفشل طبيعي يعني الواحد يحطه وقعات غرافية قلت أنا خلاص بستوي الآن إيلون موسك ولا بستوي ستيف جوبس السوق ما يبقى يشغل ما أحد يبقى IT اللي عنده بروح أقسم IT ولا يشتغل مع شركات قديمة موجودة من قبل ناس 5 guys بس مصروق عيني عيني مصروق ايه ما في بداع ترى نحن مبدعين مهندسين يا ريال أول سنة كانت مبيعاتنا 1.2 طبعا كل هذه الخطوات كانت خاطئة أنت توق تشغل مطعم يديد في بوظبي زي يوم تتوسع تتوسع بوظبي مناطق قريبة أسهل إدارتها أسهل سهل إدارت وقالت شلي في آخر الدنيا راسخيمة يعني كنا أقول لك نروح نشيك على محلات راسخيمة حصل موظفين رقود داخل مطبخ والزباين ينتظرون برع كان ما يعلم حد بس مشكلته في البريك يطول في البريك بس حصل خطأ حزنت على شيء واحد الزباين اللي ما يقدر هالأمور ترى صعب يكمل في البزنس صراحة كان محمد يدش يعني ينوب عني وما قصر كان يروح كان يهذرب ويخربط عليهم أنت متحمس وايد خف الرئيس شوي ريال زين ريال بيتعاون معاي هذه علاقة أنت الشريك وياك ترى وفي النهاية صعب العقار شريك ما أنصى حد يسوي اللي يسوي أن الشركة بتموت إذا ما نضخ فيه فلوس كم فرع وصلت؟ 14 فرع واليوم كم فرع؟ مرحبا وسهلا بمتابعين بودكاست مدرسة الاستثمار معاكم أخوكم منصور الدرعي قابلنا اللي لزميلنا في البودكاست راشد الفلاسي الحلقة كانت فيها كمية معلومات كبيرة وقصص أكثر وضحك أكثر تحملوا أنه راشد صديقي خارج نطاق البودكاست فمتعود دائما نطيح لميانا معاه أتمنى إن شاء الله هالشي يكون جيد ما يكون مزعج لكم راشد قضى آخر عشر سنوات بمجال ريادة الأعمال وتحديدا كان أكثرها في الفودن بيفرج اللي هو المأكلات والمشروبات تجربتها وايد حلوة قصص فيها تفاصيل جيدة أتمنى أنكم تستمتعون نبدأ في قصة راشد نبدأ في باراتاكايز نبدأ إن شاء الله أخي قصة صعبة هال هوين نبدأ لازم يكون في شوي نعطي قبل باراتاكايز مرحلة تأسيس مرحلة ما بعد باراتاكايز شو رأيك؟ أخذه بهذه الطريقة فيطوي العمر أنا مآخر تفكيري كان أدخل في الـ FNB سبحان الله الواحد لو يخطط مليون مر عساس أنه بيدخل مجال معين وبيشتغل فيه ما بيصير إلا اللي الله كاتبنا يعني نحن مطعم دخلت أنا وشريكي حميد المزروعي بالصدفة يعني ما كان مبخل فيتنا نحن الـ FNB أو الماركتينج أو حتى الطبخ قل فيتنا هندسة وـ IT فأنا يطوي العمر خلنا نقول هذي وين سنة كم قلنا نبدأ 2013 2013 يعني تقريبا عشر سنين من اليوم أو تسع سنين وشوي أخريج يعني من أمريكا دارس هندسة وكل اللي بسوي أبرمج أريد أكتب كود وأريد أبني كود ولا أبني شركة تخص الكودينج مزين؟ وحاولت في مجال الـ IT تقريبا سنتين بديت يعني بالـ IT بديت بالـ IT هي من 2014 وأنا شغال على الـ IT واشتغلت على كم المشروع بس للشركة فشلت بصراحة يعني فأول بزنس يعني فشل طبيعي يعني الواحد يحطه وقعات خرافية طبعا أنا أول ما بديت بديت كبير يعني go big ولا go home يقول لك زين؟ قلت أنا خلاص بستوي الحين إيلون موسك ولا بستوي ستيف جوبس خدت لي هذاك المكتب العود ووظفت المهندسي وقلت يالله وين الشغل؟ السوق ما يبقى يشغل ما أحد يبقى IT اللي عنده بروحها قسم IT وولا يشتغل مع شركات قديمة موجودة من قبل وكانت فترة too early حسيت يعني ياي من وقت داخل السوق من وقت وأريد أن يسوي برامج الموبايل فسبحان الله وأنا ياسي اشتغل تعرفت على ريال وياي في الدوام حميد المزروعي ويلاسي ناقش الفكرة تقريبا ستة شهور ستة شهور أنا إيلس وياه أجاب له كان إيلس بالساعات بس ناقش الفكرة يا أخي يعني تعرف أنت وقت الريوق تريق وياه ناكل براتة ولا شيء نقول خليش ما في براند للبراتة عرفت؟ شي برقر وشي وافل وفي يعني براندات وايد لمنتجات معينة بس ليش نحنا ما نسوي براند براتة براتة والآي تي طبيتها؟ والله قلت خلينا نشوف يمكن تتيسر أمورنا هناك لأنه بصراحة في الآي تيم خبصين فقلت يا طويل عمر بلشنا نحن بالكونسبت أول شي طبعا قلنا خلينا نشوف نحنا إذن نقدر نسوي البراتة فرش ولا لا فأحيد هذاك اليوم قبل ما نسوي رخصة قبل ما نسوي أي شيء رحنا مطبخ حميد بيتهم ويبنى الطباخ يعرفه هو وياه وسوى البراتة وضبطت يعني البراتة بس الشيف هذا والطباخ مش طباخنا يعني طباخ حد من الأهل قال وقت ما تبدون المشروع بنعطيكم مياه تشتغلون فيه فقلنا خلاص توكل على الله نبلش مشروع براتة قايز دورنا لمحل حصلنا محل البيع كان شارع المطار شارع المطار اللي من وراء ايه من وراء كان سمس نات بوكس كان مار ريال زعابي ريال عارضنا للبيع قلنا خلاص هو هذا اللوكيشن طبعا انت اول اختيار اللوكيشن تعبان مو في الواجهة الشارع الرئيسي لا خذناه في الخلف بزين بزين او فتحته هذاك شو اسمه البراند مال برقر سولت كان فاتح ولا لا وقتها كان تو فاتح بزين هذا من صالحكم اللي بيروح هناك مثلا زحمة بيهني صحيح بس شوي بعيد يعني بس بعد بالعكس هو الأقرب بس هو كان اللي يذكره في الفين وبالضبط الفين وسبعتاش يمكن ولا الفين و الفين وستطعش هيا بدينا المشروع في الفين وستطعش كنت أنا وشريكي طبعا كل واحد يحمس الثاني فكان عندنا التنفيذ للمشروع السريع الحمد لله خلال يعني فترة قصيرة أسسنا المحل واللوغو وأنا يعني يعني يمكن أنا ضغط على الاسم أن نختار أو شي كان حلو وكاتشي عرفت راتا ناس فايف قايز بس ما صروق يعني ما صروق ما في ما في بداع ترى نحن مو بدعين مهندسين يا ريال الرقع مني ومناك ويطلع معاك شي شروع في ثلاثة شهور فتحنا وظفنا بشكل عشوي ما نعرف أن نوظف يعني ما في خبراء نهائيا في الشغل نزين فتحنا بالضبط أسبوع واحد بس اشتغلنا أنا وهو أنا وشريكي دخلنا الخدمة خدمة العسكرية فدخلنا الخدمة تقريبا هي أول مرحلة الإغرار يتيك ثلاثة شهور أول شي وعشرين خمس وعشرين يوم ما تطلع أنت محجوز ما حرفنا شو يسوي كيف ندير وهذا قال لي أنا شريكي يخلى الموضوع علي أنا بهرب تلفون زين فاضطر أنه يهرب تلفون زين نوكيا عشان يتصل قال أنا كنت أتصل هذه الفترة ما أطمن على الأهل ولا أكلم الأهل أطمن على الحلال زين كنا شباب ما عندنا مسؤوليات ما عندنا أهل ما عندنا يعني أسرة وعيال كان بس شغلنا هذي خلصنا الخدمة العسكرية خلال ثلاثة شهور تقريبا شغالين على البركة الحمد لله الناس حبت الأكل وقاموا الناس ييون طبعا أنا ما عندي خبرة نهائية في الماركتينج شريكي ما شاء الله عليه عارف أغلب المشاهير هذه الفترة طبعا ما كانوا مستغلينهم الشركات الانحين يعني الشركات الكبيرة والوسط ما كانوا مهتمين أن أدفع حق مشهور يشوي لي دعاية خلص أنا معروف فحميدي زاه الله خير ما خلى مشهور ما يابه أنا هذه الفترة كان يقول لي بنيب المشاهير بيسوقون وبينجح المشروع أنا أقول له لا يا ولد الحلال إيلس اشتغل على يعني الخدمة سووا حق الناس خدمة زينة منتج زين طعم زين مهندس عقلية مهندس لا لا يعني مبسط الموضوع أنا ما أقول شو ماركتينج ما يحتاجم ماركتينج صرف على الفاضي بس الحمد لله هو قدر ييب أغلب مشاهير السوشال ميديا من غير ما ندفع لهم فلوس كانت أول بدايات يعني حتى المشور يدرب معنا نسوي كيف يسوق زين فالحمد لله الدكان هذا أو الكافتيري اللي فتحناه كان تقريبا ثلاثة متر في أربع متر يعني ماكسموم 11 متر مربع وين تخزون نخزن أجرنا فوق أجرنا مكتب فوق عشان نخزن أقول لك شغل على البركة زين وكان الكافتيرية فقط ويندو دريشة ويضبطون الأكل والهايجين والنظاه والرخصة كيف طلعتوها طلعناها الحمد لله راشد 12 متر طلعوها طلعونا رخصة الحمد لله اليوم يطلعونها متأكد لا لا يطلعون 12 متر حسب النشاط كافتيرية نشاط كافتيرية بس أوكي كافتيرية يعني في طبخ عادي عندك الأشياء الأساسية عندك يعني موش معقدة أنك تطلع رخصة اليوم بضعي موش معقد تحتاج حابس الدهون وتحتاج الشفاط الهوت اللي يشفط الأكل إذا أنت تطبخ بس ما دام عندك هالأشياء الأساسية دبخ أنا معاكم هالأمور مش معقدة بس خدمة طبخ أكل لازم أكبر لا يعني الكافتيرية فيها طبخ أنت والله يشوف هذي تلحزة 15 مش منطقي تعرف هذي تلحزة كان عندي مندوب شاطر محمد لا لا قبلها حسين لبناني ريال فنان يرمز شراطنا من مواليد الإمارات زين زين ريال فنان أجرسيب أنا أشوف مندوبية موظف أوظف ناس أجرسيب يعني يقول له لا ما يفهم شو يعني لا يصير في ناس تعرف قالوا لها لا تستسلم خلاص ما نقدر نفتح في هالمكان لا أبويا ما يصير أنا بستثمر أنا بشتغل غصبا عنك تعطيني حتى الاسم أبو براتا قايز تعطيني براتا قايز ليش ما أعطوكم لبداية والله ما أذكر بس أكيد الأسامي المعقدة يكون فيه تحدي يكون فيه حد ما أخذنها ولا شيء فالحمد الله اشتغل المشروع البركة والحمد لله شريك يحميد بدأ يبلي مشاهير ويونو سوقون وأنا اشتغلت عندي اللمبة قلت هذا يب مردود فالمشروع هذا اللي أقولك يا مساحته ما يتعدل 11 و 12 متن مربع عبارة عن فقط ويندو أول سنة كانت مبيعاتنا 1.2 واحد ومئتين مليون ألف مليون يعني مليون ومئتين ألف مزين 1.2 مليون مبيعات مزين بس سنتين ونص ومات المشروع ليش والله أول شيء الواحد لازم يعني يقيس الأمور وأول شيء أنا بصراحة ألوم أنفسنا أنا وشريك يعني أول شيء ما عندنا خبرة ما عندنا خبرة في إدارة المطاعم وتشغيل المطاعم بصراحة كلها يعتمد على الإدارة فشلنا كان سبت عدم خبرتنا في الإدارة إدارة المطاعم أو إدارة المطاعم تخذنا موايد قرارات خاطئة طبعا سوينا أشياء زينا في نفس الوقت في أشياء يعني خطأ سويناها على آخر فترة من المشروع هبت البرغر والأمور هذه خفت بس اضطرينا أن نصرف في الماركتينج كان ما لدع بصراحة لأنه ما كان التسويق أيب هذاك المردود على بدايات التسويق يعني على 2016-17 أنت تصرف على المشاهير في ناتج يعني في طابور في زحمها الأمور تمام بس بعد 2017-2018 الموضوع خف خلاص الناس قامت تنظر للمشاهير بنظر ثانية تقول هذا المشهور يالس يندفع له على الأكل الأكل مو بشرط يكون حلو وقتها وقتها كانت عندكم شراكة مع سعيد الرميثي ولا لا؟ لا لم تكن شراكة؟ لا لا لماذا طال على المطعم كان لسعيد الرميثي؟ طبعا اللي لا يعرف سعيد الرميثي سعيد الرميثي أحد مشاهير السوشال ميديا يزاك الله خير أنك ذكرت أني أنا أنا في خاطر معروف خلاص لا لا يمكن في ناتس ما تحرف صح صح مشهور في السوشال ميديا سناب شات أكثر شيء يعني المحتوى اللي قدمه محتوى متنوع بصراحة كان له فيه صلق قرابة مع شريكي ميديمزروعي وكان ما قصر معانا بصراحة نوع من الدعم يعني اللي سوى دعم مش مشروط بشراكة لا 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 ما في أي شراكة ما في أي دفع يمكن شيء بين حميد وبس اللي عارف أنا ما كان في أي نوع من بصراحة الدفع الريال ما قصر معانا سوونا يعني تقضيات أكثر عن موحدة وغير روايدين بعد سووا غير روايدين اللي هم لازم تذكرهم يعني بالخير اللي هو أحمد ماليزيا وعندك وأحمد الرميثي بعد اسمه وعندك منه بعد أحمد بالعود وغير رح من المشاهير منذر المزكي يا أنا دعايتين سوى أنا دعايتين فريح هذه بدايات كان طيب هلحين ياخذ ولا والله من حقة إذا بياخذ من حقة يعني بس بالمعقول أكيد نوجههم تحية هذه لك اللهم متواجدين في السوشيال ميديا بقوة وناس مخضرمين ونتعلم منهم أكيد أكيد والله صديق منصور اللي يسوونه مو بسهل يعني الناس تقول تعال شغل كاميرا التلفون وصور لا لا حاولنا يا رأي ما مو بسهل أعرفت فسبحان الله اللي يقوم كل صبح وينش ويشغل الكاميرا ويصور ويعطي شي مفيد ومرات شي مو مفيد ترى مو بسهل بس أقدر اللي يقدم شي مفيد بصراحة للناس فهناك أقول لك أنا يعني آخر همي كان ماركتنج ما فهم شي في الماركتنج في يوم شفت تأثير السوشال ميديا على بزنس مطعم صغير كيف تري صغير دكان مبهرت بصراحة فهذا علمني وفتح لي يعني النظرة عني أشوف يا أخي الموضوع مو بس تعال يكون عندك منتج ولا خدمة لا لازم تحسب حساب لتسويق تسويق ويد مهم لا تقول لي أنا ما بسوي ماركتنج لازم يكون عندك ميزانية للماركتنج ولا ما بتمشي زين فبراتك هاي قصته باختصار طبعا لا في تفاصيل في تفاصيل بحاول أغطي كل التفاصيل نبات تفاصيل الشيف في السكنان خلا بناخذها حبة حبة طبعا قلنا أول شيء إدارتنا تعبانا ما نفهم شيء زين سوينا وائد أخطاء ولكن الحمد لله في ناس حبت المشروع لأننا نحنا كنا مهتمين أنا وشريكي يعني ما ما ينا وسلنا من المفاتيح للموظفين لا كنا نتابع بشكل يومي كنا نيلس يعني نخلص دوامنا نروح المغرب نصل للمغرب ونيلس عند الدكان نشوف الشغل نشوف الحركة ونيلس الليل في الليل بس نشوف يعني العيوب الأخطاء يعني كان فيه تأخير يعني فيه طلبات وبحثين قلنا بنعين مدير يمسك المشروع طبعا المندير هذا الله يسترع عليه كان زاد المشاكل زاد الطيم بله زين وطرينا نسكر المشروع طبعا خلال تشغيلنا للمشروع كان المنتج الأساسي كان البراتة زين فكان عندنا شيف أعتقد بنغالي بنغالي طبعا حصلنا وين بالصدفة كنت أروح أنا بصفح الشعبية أدى أنا محمد بزايد أعتقد هناك فيه مطعم ريال جنيبي بسوي مطعم شعبي أكله فنان بصراحة ومرة كنت يالس عنده وأسولف عليه وأقول له ترى أنا حفاتحين مطعم براتة وندور شيف للبراتة قال لا فعليك عندي ريال مضبوط البراتة مضبوطة بس لازم تديرها عدل قلنا خلاص مشكلة تعال يا الريال هذاك والله كان يسوي هذه البراتة والناس حبت البراتة بس كانت البراتة اللي نسويها فيها خلنا نقول يعني منتجات زيادة اللازم يعني طحينة كثيرة اسمح لي راشد هادل تعرف البراتة نعم أوكي خبزة البراتة هي خبزة مالبارية زين زين تكون عبارة عن عجين يلفونها بطريقة معينة يسوونها واشي يخلونها وايد دقيقة ضعيفة وبعدين يقطعونها قطع زين القطع الدقيقة هذي يلفونها نفس خلنا نقول الدايرة تمون يلفونها إليما تسوي نفس الوردة بعدين يضربها ويهوس عليها عشان شو تسوي سيدة تسوي خبزة دائرية زين يوم تطبخها أنت تطبخها على تاوة وتحط عليها زيت تنتفخ شوي يعني يوعتك أنا تنتفخ شوي زين يعني تطبخ من جهة والجهة الثانية بعدين يضربونها هم عشان تتفتت ومشهورة عند الهنود طبعا مشهورة الكل يعرف أنت روح عند أي مطعم هندي يقول لي يعطني براتة هي البراتة الملبارية المهم فالشيف هذا ما ذكره شو اسمه كان نان يسوي البراتة زين وكان ما يعلم حد زين يي والله يداوم زين ويلس يلس من الصبح لين في الليل ما عنده مشكلة مضبوط رياسيد بس مشكلته في البريك يطول في البريك زين قلنا حق المدير شو سالفت الريال يطول فما في غير أنه خلاص يعني نقطع علاقتنا معاه والحمد لله ما سوينا لا فيزا كان توب البروسيس بادي يعني نسوي لا فيزا والأمور هذه وحتى كلمت الريال قلت له الريال اللي وصاني عليه قلت له شو وضع الريال ها قال أيو هذه هي مشكلتي يعني زين شاق خبرتنا ببداية المهم فراح عنا خبير البراتة فيتفت كنا نخبص في البراتة طعمها راح شوي راح بصراحة تقريبا خذنا سبوع إلى سبوعين إلي ما عدلناها وين المانويل وين الرسبي من اللي الحين قام يسوي البراتة اللي تعلموا منه يعني كانوا يشوفون كيف يسوي تعلموا منه الفلبينين يعني الجنسية الفلبينية وأيضا كان عندنا باكستاني هذه الثنين تعلموا الصنعة أو يعني شغل البراتة زين راشد عشان نتعلم ونعلم اللي يشوف شو أفضل وسيلة لضبط خلنا نقول جودة مثلا طبخة معينة هو أكيد كل شيء لازم يتوثق لازم يكون ما نوال أنت تكلم عنه ما نوال أيوة لازم يكون في كتاب لازم يكون حتى ديجيتال يكون بي دي اف مسيف فيه صور يعني أنا الحين عندي في سلاش كوفي كل ريسبي أو كل طريقة صنع للأكل أو المشروب لها صورها كيف تحضر ولها تفاصيل صور ولا فيديو راشد وفي فيديو نعم في فيديو الفيديو انتشر بين الموظفين قبل ما نعلن عن منتج جديد في نفس الوقت يكون نعمل نفس ما تقول تستين أو نتذوق المنتج قبل ما ينزل للسوق طبعا تبني خبرة تتكلم عن قريب 7-8 سنين يعني مجال للفن بي للأسف يعني لكن الحمد لله الحمد لله على كل حال فالبراطة قاموا ويشوونها يقولون كيف سوي براطة البيني سوي براطة والله كان يجينا انتقاد على طعم البراطة يجينا عن الجنسية اللي تسوي البراطة قلناهم يا جماعة خلاص عندنا مانيول نحن يعني عندنا كتيب ونمشي عليه وحتى عندنا الجنسية الكامورونية الأفارقة خليناهم يسوهم براطة نعم فياطوي العمر سنتين ونص من الرحلة الشاقة براطة دخلنا في الفرنشايز عملنا بعنا فرنشايز نعم في راس الخيمة وفي الخالدية وفتحنا لا نحن فتحنا فرع في العين طبعا كل هذه الخطوات كانت خاطئ انت تتوق تشغل مطعم يديد في بوظبي زي يوم تتوسع تتوسع بوظبي مناطق قريبة أسهل إدارة سهل إدارة وكيف في آخر الدنيا راس الخيمة يعني كنا أقول لك نروح نشيك على محلات راس الخيمة نحصل الموظفين رقود داخل المطبخ والزباين ينتظرون برع جماعة الخير ما يصير فأقول لك كانت إدارة تعبانة ويعني حتى شركان اللي خذوا الفرنشايز ما عنده خبرة في مجال الأكل والمشروبات العين بعد كانت بعيدة يعني إذا بتأجر في العين أو بتفتح في العين يفتح قريب صوب الياحار والعامرة لا فاتحين أقول لك وين آخر العين عند الحدود صناعية هيل آخر دنيا فأنت عشان تروح هناك يبالك ساعتين فسكرنا الفروع اللي برع وبعدين تم الفرع الأخير اللي هو بوظبي الحمد لله قدرنا نبيعها زين وكانت نهاية قصة براتي قاية للأسف الحزينة الحزينة فوق هذا ترى دخلنا كنا معجرين المكتب لفوق ودافعين إيجاراتنا وسلمنا المفتاح للناطور بس حصل خطأ أن لازم نسلم المفتاح لمكتب العقاري ونوقع على أوراق المهم نسوي رسائر رسمية المهم أشياء يعني ما كنا نعرفها بالعكس هذه هذه مهمة المتابعة توقع بتكون مهيدة والدرس اللي تعلمنا أنه تعال أنت ما سويت هالجراءات تعال ودفع سنة كاملة أنت الآن تتكلم طبعا عن عقد إيجاري بينك وبين مالك لبنائي للمكتب تحديدا للمكتب لفوق لازم تسليم هذا المكتب بطريقة قانونية معينة ألا وهي أنك تسلم المفتاح هذا للوسيط العقاري أو للإدارة إدارة العقار أو للمالك سلمه وتأخذ لنبارات ذنما أدق للمالك ما يرد في طريقة أظن من خلال القضاء أو الأفضل الواحد يستشير محامي عشان يتأكد أفضل نعم بس أنتو دبستوا فيها تقريبا مبلغ مادة كم كان سنة كاملة جار سنة 130 يمكن والله غالي غالي نحن يعني عساس أننا مصكرين المشروع وبعدنا بالدبسين وطلعت بديونين ومش غالطات كم والله يش سوي السوق مو بسهل يعني لازم تعرف القانون لازم تعرف في إدارة المشروع نفسه لازم تكون ملم كل هالأمور طبعا كل هالتعثرات وكل هذي التجارب أنا أشوف دروس لأن هذه ساعدتني اليوم أني أسس سلاش كوفي وأيضا محمصة ليوة ويكون مثلا يكون عندي خلفية قوية أكثر في بناء المشاريع بشكل عام فما حزنت بصراحة بس حزنت على شيء واحد الزباين الزباين اللي كانوا حابين البراند وحابين الأكل أنا حزنت أني ما قدرت أوفر لهم الأكل أنت بعت براتا قايس أو إكس برغر طبعا في هذه الفترة كانت نفس هبة البرغر سألونها زين فقلت حق شريكي تعال بنفتح مطعم برغر غير براتا قايس براند تكون للبرغر والحمد الله قدرت تفتح واحد في المرور طبعا بعد نفس الغلطة موقع سيء جدا زين فقلت أنا لحين بتعلم ما في نفس المشكلة مرتين المهم انشأت المشروع ستة شهور بصراحة شفت بشغال كان البراند حلو كان الأكل لذيذ جدا بصراحة أنا دخلت تعلمت كل خلطات مطعم اللي في كاليفورنيا زين وطبغتها وكلها مرة أي هاك كيف تسوي البرغر كيف تسوي لولا بهايف قايس والحين إن آوت هيا تتعلم تتساف وتروح وتأخذ الأفكار مو بغلط ليش إذا ما تأخذ الأفكار وتبدع والله بدعنا سوينا منتج يعني محلي سوينا سوينا أشياء حلو زين بعد ستة شهور تقريبا قلت المشروع ما بيمشي كان لك اللذيذ كانوا الناس يجربون والشباب اللي يقولون لي كان أحلى برغر سوي اكس برغر وبعت أحد مشاهي السوشال ميديا واللي أخذت المشروع لأفضل بصراحة شاطرة في إنشاء المطاعم التسويق والأمور هذه كلها أنا بصراحة هاي نقطة ضعفي مو بشاطر في الأمور لازم الواحد يعرف وين نقطة ضعفة وين قوتة فإذا كان عندك نقطة ضعف مجال معين تعوضها بموظفين شطار أو بشركاء حميد كان عندك هني ولا في إكسبرغر لا مطاع يدخل مطاع خذ الموجود من مسك الماركتين قرخين من مسك الماركتين طرمشي طحنة بسببتها الشي لا بس بعدين يعني بعت المشروع وقدرنا شوين نرتب وضع فراتا قايز بس بعد راح نهايت يعني يسكر ولكن مبغلط أن يرجع مرة ثانية بصراحة ما بعتوا البراند البراند موجود العلامة التجارية مسجلينها لعشر سنين في الإمارات هل تحس لها قيمة؟ مكتب العلامة التجارية الحين ويد مهمة الحين أنت تقدر تسوي أي منتج في السوق زي بدون علامة تجارية قوية ما حد يشتري ترى الناس تشتري العلامة التجارية عشان ثقة صحيح فإذا أنت مو بعلامة تجارية يعني ما لقيمة فسجلنا العلامة لها قيمة معينة في ناس تذكرها في ناس تحبها مو بغلطة أنك تريد تفتحها أو تبيعها أو تبيعها لها قيمة اللي ما يقدر هالأمور صعب يكمل في بيزنس بصراحة لأن أيونك ناس مثلا خلينا نقول في مجال قراجات السيارات هنا واحد من الشباب عنده قراج يقول لي يا أخي أنا أسعاري أقل من السوق أو أسعاري منافسة للقراجات الثانية زين والقراجات الثانية فرندات مسوي بوزيشنينج لها أنها أنا براند يسوون تسويق وماركتينج ويبون مشاهير يسوقونهم ويصرفون في الماركتينج فالبراند قيمته في السوق تزيد في يوم يزيد الناس تثق فيك أكثر فالناس تروح لها وبناء على خدمة العملاء والخدمة والجودة الشغل تستمر أنت بتكلمني أكثر عن تفاصيل إكس برغر قصتها قصيرة لا اللي هو تفاصيل البيعة كيف أصلا هل أنت رحت لا تيم ولا هياتك ولا نزلت إعلان ولا شو صار المتعة في السوق زين ما تعرف كيف الأمور تصير ولكن تصير خلا نقول هو نفس توفيق من الله صراحة فإذا أنت مستمتع بهالشي ويعني أنا شوف كل الأشياء اللي سويها ما لها تخطيط وتدبير أنا مشي على البركة ترى زين صدق والله أنا عايش على البركة والله يعني يعني منصور مثلا اتخاذ القرار أني مثلا أشارك في بودكاست موضوع خمس دقائق منصور خلا نشتغل على البودكاست آي س بي اللي هو مدرسة الستمار وطبقنا الموضوع بسرعة يعني كل شي ترى ما كان فيه له تخطيط حتى يعني البودكاست نفسه وصل اليوم للمستوى اللي هو عليه اليوم رما كان له واي تخطيط كان فيه شغل فيه تجتهات فأنت خلا نقول تخطط شوي تنفذ وبعدين تجتهد والمردودكا تطور بعدين في الخططة نعم نعم تم فيه تطوير مستمر بالنسبة ليكس بيرجر تعرف بعد ستة شهور شفت المشروع مماشي قلت خلني بعرض البيع حسبت بصراحة بس تكلفت الاستثمار يعني كلفني تقريبا 250 ألف مطعم رحت على دوبزل موقع دوبزل هو موقع البيع وشر مثلا تعرض اشياء للبيع نفس السيارات قطع السيارات تأجير تأجير اشياء معينة تأجير مكاتب بيع عقارات وفيه بيع للشركات فكان كنت أحيد أنا بيع السيارات كان بفلوس بس بيع الشركات كان ببلاش قلت شكلا الناس متوهقة قالوا خلنا نساعدهم فأنا كنت من هذين الناس المتوهقين عرضت الشركة للبيع مع مطعم كذا كذا بعد كم من يوم تقريبا أقل عن سبوع ياني اتصال قال لي دقلي ريال قال لي أنا بفتح مطعم أو أنا بشتري مطعم مالك بس باي بيشوفها يا شافة طبعا ماكت موجود بعدين قال بخلي شريك تتتي زين يت الشريكة تيم تيم الفلاسي يقول لي هذا مألوف يعني يعني هي معروفة البنت فتيمة الفلاسي نزلت من السيارة كان عندها الجي كلاس زين وأنا كت أذكر اللي أسمع عن الجي كلاس لوس زين كت أسمع عن الجي كلاس أنه يعور الظخرة موش مريح الموتر زين والبنت ما شاء الله عليها هاي ضرب خطوط ما توقف شغل ما شاء الله عليها فمن شي الله مبار كلها في شغلها يعني هارد وورك شغوله فأنا بصراح ما قداش تغل شي فاكتشفت ليش أني ما وصلت لها فيطوي العمر يت شيكة المطعم شافت عيبها الاسم جربت الأكل وقالت خلاص بناخذ المطعم وما فاوضوني وايد يعني في السعر بالسعر نفس 150 يمكن نزلت شوية قريبا نزلت يمكن عشر عشرين ألف وبعت بس مشترين البراند مشترين اللوكيشن اللوكيشن تعبان ويت تعبان بس أظني من أول ما استلمت المطعم وغيرت اللوغو وعدلت فيه أنا أتوقع أول ثلاث شهور حتى كانوا موظفين هنا الحمد لله ما خسرت الموظفين أو الموظفين ما خسروا بضايفهم حتى اللي خلص عقته بعد سنتين يا عندي يشتغل في سلاش كوفي يبوني نحن اللي هم الجماعة يعني اللي صار أن طورت المينيو طورت الأكل خذت الأشياء الزينة اللي في المينيو خلتها وزادت وكانت عارف شو تسوي يعني يايبا شف يرتب المينيو يعني سبربايزر على موظفين عندهم خبرة واشتغل مشروع ثلاثة شهور أو أربع شهور غطت كلها التكاليف فلوس يعني فلوس اللي دفعتها المحل وغيرها من تكاليف والله نجاح موقع سيء جدا بس بعد أظن سنتين ممكن كون هام في الوينسر ساعدها ساعدها فالفكرة أن إذا الناس تعرفك أو عدد كبير من الناس تحبك وتعرفك هذا بيساعد ترى مشروعك الحمد لله أظن سنتين كملت على نفس الاسم في نفس المنطقة سنتين وثلاث بعدين سكر المشروع يعني استوى دروب أنه خلاص يعني الناس يعني ما عاد مهتمة في الكونسبت هذا وأعتقد غيرت الكونسبت سوت كونسبت ثاني هناك أو مشروع عديد في نفس المنطقة فهذا هاي قصة إكسبرغر إكسبرغر طفقاتي من دوبزل فالواحد تعرف العادة في ناس تعرف شو تيلس تقول لك منصور ياخي تعرف حد بيشتي مطعم عرح ولا متعايزة تكلم هذا يخلي التشانس واحد بالمئة أنا مثلا إذا أبا بيع مثلا المطعم بحطه في كل المنتديات والمطاعم يعني أخلي اللي يسمون سيلتشانل أو طرق التواصل إلى المشروع هذا سهلة جدا لأن سهل الواحد يفتح الانترنت ويدور الليبا طب تشتري مشروع ولا تشتري دوبي ولا تشتري مطعم ولا شركة محاسبة كله موجود قد تكون موجودة وشغالة بس تحتاج إدارة أفضل مو بغلاطة أنك تشتري ترى شركة يعني مو بكله شركات متوهقة ترى تكون فقط إداريا ضعاف ما عندهم خطة تسويق إدارة المال بعد مرات تكون ضعيفة جدا هذه قصة إكسبرغر قصة إكسبرغر تذكر شو المشروع اللي دخلت بعد إكسبرغر والله دخلت إذا تسأل عن الأبس ما أبس وي دخلت بصراحة ما أذكر يعني فوق الـ 25 يمكن تطبيق مسوي أنت أظن الأبس كانت يعني بالتزامن مع المطعام مستمرة إلي قبل سنتين تقريبا يعني قريب سبع سنين وأنا أحاول في الـ IT يعني أنا دوم أقول درجت IT وحاولت في الـ IT فايدة ما أفضل ما أفضل أبي أكل فأقول لك أنا دائما أقول أربع سنين من الفشل ساعدتني على الحين ست سنين مع سلاش كوفي من البناء والنجاح مزين الحمد لله فهل يعني تقديما عشر سنين تعلمت وائد بصراحة يعني يمكن أن أكون شاطر في بناء أبس ما أبس والأمور هذه بس خلاص ربك قاتب لك في القهوة رزقاتك في القهوة خلاص روح بيعك هوا وشتغل وحسن من شغلك هناك فسبحان الله الإنسان مهما حاول في مجال معين ما رده إلى وين الله كاتب الله فترضى زين وتشد حيالك وتركز على مثلا شيء اللي أنت شاطر فيه أو اللي أبدعت فيه أو نجحت فيه فأكس برغر سكر استمر أبتاعب معنا صح إيه أبتاع صح أبتاع ما أذكر بصراحة سويت ويد مشاريع أقول لك ما خليش ما دخلت فيه حتى موقع مال تأجير العقارات فتحت من دوبزل زين كيف حصلت ريال كاتب إعلان أنا محتاج مستثمر قلت زين مستثمر في موقع أكلمته قال لي أنا بصراحة ما يخصني في الـ IT بس أعرف كيف عالم العقارات والتأجير شغال ونريد نسيه موقع خلاص أبشر أنا لعبتي الـ IT زين وفتحنا مشروع في الموقع وحصلت استثمار من ريال بعد استثمار مبلغ بسيط يعني ما ما حطينا وايد وبعد خسر المشروع ما نجح فيه وايد عوامل يعني منها التمويل منها فريق العمل منها المؤسسين يعني هاي اللي تأدي إلى فشل المشروع ولا تنسى ترى يعني لو شيء سهل كان كل واحد يوفتح لشركة موضوع مش سهل فنسبة نجاحك واحد إلى 20% من أي مشروع ولا مشروع أي مشروع تشتغل فيه يعني يحتاج أشياء أساسية منها التركيز منها فريق العمل الصحيح الناس الصح في المكان الصح منها اللي هو تمويل راس المال فأنت أظن أنت تتكلم عن موضوع تمويل والله تمويل منها منها من المواضع الرهم خلنا إذا ما دمت خلني بدأش في قصة سلاش كوفي آت أرأت على آخر أنفاسه زين بعد شغال زين قلت أنا يدني فرصة طبعا الواحد يعني أنا كنت أدخل في أي فرصة أشوفها مناسبة فرص وائد خسارت فيها طبعا لا تنقذ على كل شيء فكان في فرصة أنه في مول في محمد بن زايد مول يديد اسمه كبيت المول توا فاتح وكانوا يحاولون يأجرون محلات مش قادرين مول يديد محد يعرفه فكان عندهم عقود اللي هي خمسة نوات مجانة فأنت بتأجر خمسة نوات وإذا قدروا يعني يأجرون ثمانين بالمية من المول بتبدأ تدفع هذا الأجار ففي رسك يعني إذا قدروا يوصلون ثمانين بالمية وأنا حاط يعني أمل أنا ما يوصلون فالحمد لله ما وصلوا زين جلست هناك تقريبا خمس سنين طبعا بديت أول مشروع في المول وكان متعب جدا المول مش سهل أنك تشتغل فيه كريتيلا وتفتح محل أي شكل من الأشكال صحب جدا يعني اللي بتصرفه على محل برع المول مثلا مئة ألف بتصرف داخل المول يمكنها 400 ألف أربعة ضعف حتى دايما هالقاعدة من غير تعقيدات الدخول والخروج كل هذه مع تعقيدات مع الاستشاريين المتخصصين في المولات غاليين مصممين في محلات اللي تخص المولات والمقاولة المعتمد غالي عادي ما يكون يعني معتمد بس يكون شاطر عارف شغل المولات بيكون غالي اللي بيعطيك رخيص للمول هذا بعد عنه لأن هذا أول واحد طحت فيه فيبت مقاول ولا هو مقاول ولا عنده رخصة قال لي أنا بخلصت لك المشروع وين قصت المئة أربعين ألف مع المقاولة هذا هو هذا هو يا طويل عمر حركتك قصتانا سوري أنت متحمس ويد خف الرئيس شوي أقول لك يعني مقاول موش مقاول ريال اللي الله يشتر عليه مسوي نادي وجم ورياضة ولمور هذي عرفت ذكرت توني فجأة يقول لي أنا أشتغل على الديكور أوكي فعال أشتغل على مشت أمورها زين يعني دفعنا مبلغ بسيط خلص شغل الديكور يا بعمال وخلص الموضوع ومشت قلت لنا زين أنا عندي مشروع في المول زين المشروع الأول كان تمام قال لك أنا عندي في المول ثلاث مشاريع كنت خلاص بس توي ورن بفت أنا كيف ثلاثة عندك كان كان عندي في المول نفسه سلاش كوفي أوكي وكان عندي كشك ومالحلويات وكنت بفتح حلبة سباق في المول زين حلبة سباق شو حلبة سباق يعني سيارة تركبها وتسابق في المول ألعاب يعني قصلك ألعاب بس بعد حق الكبار محل عود يمكن مساحته ألف متر مربع والتمويل من أين وقتها؟ أحرف يا ريال أنت حط طفالك مشروع ومتوقع قلت خلاص ما في أجارة للمور طيبة مزين فبديتوا يا المشروع أشوفه مغرزة ريال يعني ما يمشي يجتمع مع المول مقاول طبعا يجتمع مع المول مرة مرتين ثلاث طول يلس يمكن ثلاث شهور ما سوى ولا شيء ولا مخطط وانت متعاقد معه على ثلاث مشاريع مش مشروع واحد ايه أنا أريد أن أخلص لي واحد بس ما سوى ولا شيء بعد ثلاث شهور قلت لي يا أخي اجتمعت معه أنا دبلوماسيا اجتمعت في مكان حلو راقي مطعم فنان تطول ثلاث شهور وما سويت ولا شيء يعني داخل المشروع ما حطيت ولا شيء وقلتها دافع في الوسط أنت دافع تقريبا 140 145 زين استغفر الله 140 ألف زين بخبر كل 5000 ما شو زين زين ف140 ألف دافعنها على حق أكثر من مشروع وما تنفذ ولا شيء كان كلها أوراق يعني أعطيت يعني مصمم تعطيه مصمم يمكن 2000 درهم يخلص لكل أوراق ويسلمها للمول والمول يرفضهم كلهم لأنها موش مخططات متناسقة مع شروط المول والمول معقد ترى مش سهل تشتغل معاه مع أنه فاضي كان وقتها فاضي على الأقل بيقول لك تعال اشتغل متى ما تبقى لا كانوا بتيب عمال ولا شيء لازم تسوي لهم سكتجول تقدم طلب وتحجز اللفت شغلانة ثلاثة شهور قلت له هذا أريد أتردلي الفلوس يعني اللي أعطانك يعني أنسى زين قال يشوف هذه أتعابي قلت يود الحلاء أنت برغي واحد أو مسمار ما حطيت في المحل شو أتعابك قال له هاي أتعابي أنا و ما لك شيء ما يصير مني مناك ما يصير زين كان عندي مندوب فنان هذا هو محمد هذا محمد تحية لمحمد لازم تحية لمحمد محمد يمني موليد بعد أظن الإمارات أو أنا كان ياي الإمارات من عمرك صغير يعني بس ما شاء الله عليه كان حرج أي حركس هاي شغول و كان يروح يراكب حسني أنا فلوسه هاي عرفت فرحنا المركز يا ريال بعدين قال قال لي الضابط قال لي ترى أنت ما سويت عليه تعميم ما سوى ما يتأمر من المحكمة بالقابض ولا شيء ريال ما نقدر نزخها ما نقدر نسوي نحاسبها حام عليه فقلت ما يصير يعني وين القانون وين هذا وين الدولة بس يعني لازم تعرف القانون يعني في في امور وشرطة ما تقال سويها نزيل الناس تتحرر خلاص الشرطة هي القانون لا الشرطة بروحها لازم تلتزم بالقانون بعد يعني ما في حد فوق القانون كل حد يمشي على القانون طحيح في طويل عمر قلنا خلاص نمشي بالقانون رحنا رحنا ندور محامين رحت عند أكثر محامين اللي عيبني المحامين اللي عيبني كنت أروح عند واحد ريال فنان مصري شوي يدخن ويدخن الزقارة شي ضعيفة هاي هتقول ما المافيا زين قلت هذا ريال بيطل حق شو دخل الزقارة في شطارته كان يبطت دريشة ويدوخ جدامك شو قلت هذا ريال ما المافيا زين وحسسني انه اللي يكتب مذكرات طبعا أنا ما رمت أعين محامي أنا قمت أكتب مذكرات عنده وسلم للمحكمة ففتحنا قضية ومشينا على إجراءات هالمحامي ما كان عندنا فلوس ندفع بصراحة فكنا نصرف بس على حق المذكرات ما قدرنا مثلا نعين محامي كامل ففتحنا القضية مشت القضية كان في جلسات تحصل طبعا في جلسات تحتاج وجودي بس محمد يروح كان محمد يدش عساس هو يعني ينوب عني زين وما قصر كان يروح كان يهذرب ويخربط عليهم زين فحبوا الجماعة قالوا الريال هذا سوالف زين بس سبحان الله الأمور تمشي على القانون خذت سنة ونص سنة ونص ردت ما ردت سنة ونص انزخ ريال سوينا أمر بالقبض والأمور هذي تعرف ويتخر شوف ترى دايما إذا تقدر تحل الأمور وديا أفضل يعني تعمل تسوية لو بتخسر فيها شوي ومشكلة ولا تتخلف في سيستم القضاء لأن سيستم متعارف عليه حتى في كل العالم يمكن حتى نحن أسرع من غيرنا ترى لا تتخلف القضايا الحمد لله من هذه القضية ما دخلت في أي قضية لا قبلها ولا بعدها الحمد لله زخور ريال في الحبس يمكن أسبوع ما كم أسبوع وسوينا ورقة تسوية أنا رتبتها للورقة تسوية مع محامية هذاك المافيا زين ووقع عليها ووقعنا الأوراق واستلمنا المبلغ وطلعوا ما مات أسبوع ما مات حمل أظن يا ريال يعني توعد الناس زين توعدهم وف الوعد إذا مثلا إياني وقال لي أراشي شوف أنا الفلوس ما عندي إياها لحين فقصت لك إياها ما عندي مشكلة بأخذ أتعابي مثلا عشرة آلاف خمسطاعش لو ما سويت شيء ما عندي مشكلة ولا الفلوس كلها تأخذ ها فهني نوصل للموضوع يعني البيزنس أو موب كلها تعالوا أخذ فلوس الغير في مبادئ في أمور لازم تمشي عليه في تسوية في تسوية وين وصلنا المول وصلنا نقل الحين أنت داخل المول المول كابيت المول محمد بن زايد طبعا ما حد يعرفه زين حتى الناس إذا تعرفه اسمه China Center غيره اسمه الريبراندينج الريبراندينج هو الاسم موجود بس اللي مسوق للمو الأكثر اللي هو المركز الصيني التسوية ما كان موجود إداريا حاوله في أكثر من إدارة ما مشت المور الحمد لله على كل حال بالعكس بدأنا هناك بداية متواضعة تعلمنا فيها فقلت المشاريع اللي فوق حلبة السباق هاي صعبا الحين أحط فلوس فيها حلبة السباق كانت صعبة قلت خلني بس أثمر في الكوفي شو مدام موقعه كان ممتاز في المون قلت بشتغل عليه اشتغلنا على المشروع فتحنا قبل ما نفتحه في شهر بالضبط أنا كنت في دبي قبل ما تفتح شو سلاش هي اللي في محمد بن زايد في محمد بن زايد في كبيت المون نعم أنا كنت وين في دبي هذه سنة 2017 بداية 2017 تقريبا كنت في دبي وعائز مني شباب شباب البعثات ما لامريكا شباب امريكا نسميه ولا شباب ايوة ايوة زين ودي قهوينة في ستمبين جراوند يعني من أقدم محلات الاسبيشالي التي يكون فيها طعمة القهوة بدون يعني سمعهم هذا يقول فلات وايت كبتشينو بيكالو أصغر شي بيكالو قلت خلاص يبلي بيكالو شكل شكل الشباب البيكالو لا تي صغير سنجل شوت شربته بصراحة صدمت مطعم القهوة رهيب فجر مخي قلت يعني شو هالطعم كلمت هاي اللي تشتغل قلت أنا انتو متأكديم مبحثين شي شوكلت ولا شكر ولا سويت ولا أي شي قلت لا حليب وقهوة استغربت سبيشاليتي الكوفي وأنا بفتح المطعم أنا قبل كنت مسمينه تي سلاش كوفي شاي كنت أقول لكم محضر خلطة الكارك كنت أبيع كارك وقهوة زين والقهوة في خاطرك يعني أي قهوة ما عارب أي قهوة صراحة ما كنت أفهم في القهوة وما كنت أشرب القهوة ترى كنت بس أفتح كوفي شوب حق الناص اللي في المول ولا أني متذوق وأروح أجرب الكوفيهات ولا أفهم فقلت يا أخي ريب هالي دخلت يوتيوب أنا أقول لك ما أتعلم القراءة أتعلم من الفيديوهات أفتح يوتيوب شو وقرأ 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 القهوة المختصة وأنواعها وتحميصها والأمور هذه وين بدأت في إلها يعني كان فيه موفمنت مثلا حركة كبيرة في القهوة المختصة في إستراليا وفي أمريكا وفي بريطانيا بعد هذه تش الفترة دخلني أروح أمريكا وحياتي قصة تذكر أو رح تأمريكا بس لوس أنجلس عشان تكتشف حقيت لسة كل المحامص وبلو بوتل أولهم هاي بلو بوتل من أولهم ليش أنا كنت مهتم ببلو بوتل كان ينتشر بسرعة فضيعة وكان له تمويل من ناس الآضاني اللي استحودت عليه كان له تمويل كبير قريبا 300 مليون دولار تمويل من فينتشر كابتل اللي هو صناديق الاستثمار الجريئة اللي يتخص التكنولوجيا أو الفي سي يعني مشكلة في التقنيات فقلت ليش مستثمرين فيه فيه شي غريب شي الزين الوحيد أنه براند قوي بس ما فيه شي نسلة ما استحوذت عليه نسلة استحوذت عليه قريب بالمليار 900 مليون دولار تقريبا والله قصتها جاه بس طبعا بعد ما استحوذت عليه جودة القهوة خفت يعني قاموا تجاري شوي أكثر تجاري شوي أكثر بس خلاص الناس الأقلبية تشرب حب البراند حب الخدمة بعدها يروحون بلو بوتل براند فنان ما عليك كلام رحت أمريكا وشفت الكوفيهات رحت يوميا أقول لك يوميا ممكن ثلاثة كوفيهات محامس ما خليت شي في حاله متى ما حصل فرصة أكلم حد في البريستا ولا أكلم حد في الكوفي شو هاي ريس أسوله وياه شو الاسبيشاليتي شو قصتها شو أمورة هذا فسبحان الله تعرف قبل ما الواحد يفتح مشروع يروح يشوف اللي فتح المشروع بس ألكن زين راشد أنت يوم سافرت أمريكا تعنيت وسافرة طويلة هل استفتت منها وإذا استفتت شو الدروس يعني أو شو أهم الدروس اللي تذكرها لين ليون ما نذكر بصراحة والله أقول لك على البركة رايح أمريكا على البركة رايح أنا والله يعني قلت منها كاشتو منها أشوف الاسبيشاليتي وطول الوقت تفكر يعني تخطط شو بتسوي شو استجمار استجمار مع الزات ما في مشوشات صحيح كملت تقريبا أنا مع السفارة بصراحة هاي سبوعين ثلاثة سابيع ورجعت رجعت قلت لهم تي سلاش كوفي ما يمشي شل التي نزيل كلمة تشاي هذي اللي قدام تي سلاش كوفي شليناها أصبح اسمه سلاش كوفي فالناس اللي تحرر نحن عندنا استلحام في الاسم ما شي شي بسيط كنا بنبيع كاراك الحين ما استوين ما بنبيع كاراك زين فهي قصة سلاش كوفي بسيطة جدا يعني ما ما قدر أقول لك قصة يعني ثانية كان اسمه تي سلاش كوفي شلينا تي أصبح سلاش كوفي ومشينا فيها حتى أول رخصة كانت عندنا كان اسمها تي سلاش كوفي فقلنا خلاص يا جماعة الخير أنا قلت حق الفريق بنركز على الاسبشياليتي كوفي الكل ما يفهم كل اللي عندنا في الشركة ما يفهمون يعني الموظفين السبرفايزار ما حد يفهم في الاسبشياليتي كوفي رحت أنا تعلمت في سبوع سبوعين شي تعلمت الاسبشياليتي كوفي والقهاوي والمحامص الزينة وفتحت والله علمت هنا ولا وين تعلمت هنا تقدر تتذكر عند منه والله هي اليوتيوب اليوتيوب كلها يوتيوب وعرفت والسبلايز المحليين ما أعلموك بيساعدونك يعلمونك بس أنا ما احتجت يعني أنا من اليوتيوب عرفت كل شي خاصة الاسبشياليتي كوفي بصراحة طبعا أخذ الأشياء الاساسية اللي أباها وعرف أني أحتاج محمصة رحت لدي محمصة زينة وخدت من عندهم أحتاج مكينة قهوة زينة خدت مكينة قهوة كان في معرض القهوة وكان عليها خصم وخدت بالخصم وحطيناها في المحل كلين يومك شغالها هاي 6 سنين وسوينا لها صيانة وبعدها شغالها اللي أريد أن يشوفها موجودة محمد بن زايد أبيها ولا شو لا لا كانت سان ريمو هاي سان ريمو صح صح فنانة كانت فموجودة قلت أنا هذه إلا تنفي محمد بن زايد يعني سكرنا فرع المول بس قلت إلا تنفي محمد بن زايد فما ردها ردت عندنا فرع محمد بن زايد اللي هو في الشعبية قلت هاي ما تطلع من محمد بن زايد فالحمد لله اشتغلنا ثلاثة شهور نفس الشي نفس مشكلة تكسبرقر قلنا المشروع ما بيمشي خلاص بس طبعا أنت الحين هالفترة الحين نتون عندكم بس فرع واحد في كابيتل في هذه التالية ايه كابيتل فرع واحد ثلاثة شهور شغالين يدوب نغطي يعني ما في أجار بس ما في زباين في رواتب في سبلاير وكان السوق يكبر سوق القهوة المختصة في مارات وانتم من غلطين داخل المول ايه على بداياته انا قلت يا جماعة خير اذا ما كبرنا بنموت انا متعلم يعني انا في دروس تعلمتها من وراء براتة قايز من وراء يعني خلنا نقول خبرة كانت موجودة انا شفت شركات ما عاشت اذا تميت صغير تميت فرع واحد تموت السوق ما يرحم تكبر مع السوق ويوم السوق يخف النمو فيه ضبط وضعك فهل يصار ثاني فرع وين كان فرع ثاني شارع المطار لاش كوفي شارع المطار بعدين المرور بعدين خليفة المهم يعني توسعنا في اغلب المناطق السكنية اللي نعرفها خليفة محد بزايد شهامة شهامة جيرانكم ازي ازي فحتى انت شفت يعني كنا شو الاشياء اللي تعلمتها أنا لما بديت بالتوسع يعني لازم اروح كبير ولا بموت يعني الشرك هاي بتموت إذا ما كبرت كم فرع وصلت؟ 14 فرع واليوم كم فرع؟ تمان بس بخبرك ليش صبر لا تستعيل لا تأكل لا اريد اصوي مقارنات سريعة للمشاهد عشان يستوعب الحجم لا هذا الرغم موش مهم بخبرك الرغم المهم اللي بعد ما طلعت من المول عشر فروع في أقل عن سنة اقول لك ثلاث شهور في المول ميت سنة بالضبط اللي هي بعد الثلاث شهور خلال هالسنة انا كنت ناوي افتح 25 فرع انا فتحت 10 فروع في أول سنة نمو سريع لانا فيه خبرة وراء فيه انجكشن دخلت فلوس ولا من المشروع منه والله ما المشروع ما كان يدخل انا هني خد مخاطرة شوي بصراحة وما انصح احد يخاطر بنفس اللي انا سويته كنت شوي مجنوني يعني بس كنت انت تحس بها انت ما حادي يحس بها غيرك انت عندك تعرف سوق ال F&B تعرف مريت في هبة البرجر تعرف انت على بدايات هبة يديدة بس تحتاج الكاش ما اشي كاش الحمد لله الوظيفة موجودة كانت ورحت تكلمتنا البنك قلت لهم شو اعلى مبلغ اقدر احصل حسبوها تشيب الراتبها قالوا 800 الف قلت عطني 800 الف عرض شخصي عرض شخصي قلت عرضني 800 الف خدت 800 الف ضخيتها في الشركة زين فالحين انا الحين قلت ما جنون شو سيب بس انا اقول لك يعني ما انصح حد يسوي اللي يسوي بس انا مجمور لان انا انا في اشياء اساسية كنت عارفها ان ان الشركة تموت اذا ما انضخ فيها فلوس وانا ما ما عارف بصراحة اخذ فلوس غيري وحطها عارفت اجيب مستثمرين بالملايين ما مش جوي عارفت ففي اشياء انت تكون ضعيف فيها لازم تعرف انك ضعيف بس انا شاطر في امور في التنفيف عارف اني عارف ادير الناس عارف ابني الشي بسرعة يعني مشروع مثلا كانوا الناس الشهامة اقل عن شهر فتحنا الفرع عارف شو اللي صار قلت انا اول شي لازم اكون انا مقاول نفسي ما يمقاول برح مقروس انا خلاص زين انا بكون المقاول زين انا بكون المصمم في المحلات زين البراندينج سويناه انهاوس كل شي اشتغلنا فيه انهاوس زين فقلنا بنوفر زين بالمقابل نفتح فروع صغيرة اجاراتها زينة وقبل ما تفتح منو صاحب العقار منو لاندلورد عشان ما تتوهج ما ننقرس فردة العقار اذا صاحب العقار مبسيدة متعبان عطي ادارة مثلا ادارة عقار تعبانة خلاص له افضل موقع وافضل اجار ما ااخذه رغم واحد عندي منو صاحب العقار يلستوا اياهم كلهم انا قبل ما ااخذ اي محل اي ليسوا اياه ريال زين ريال بيتعاون معاي بباشر اذا استوت ازمة ما قدرت ادفع بيساعدني اي حلاقة انت الشريك وياك ترا وفي النهاية صاحب العقار شريك الحمد لله بناء على هالأمور الاساسات اللي مشيت عليها الفروع اللي مشيت على هالأساسات استمرت ست سنين اللي هي موجودة في محلات هاي صاحب العقار زين ننفذنا بروحنا كمقاولين في امور كثيرة طبعا ما مندخل يبت موظفين يعني حق المقاولات ولا لا 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 كنت ايب كنت ايب مقاولين صغار تهم بادي يعني ساعدهم ما ايب مقاول كبير عند خبرة هذاك مفاضل لك بطيين واسعار مغادية كنت اختار مقاولين صغار فايب المقاول الصغير عنده من اين تلقاهم دووزل دووزل صدق والله كل مكان دووزل عندك انستغرام عندك معارف في المنطقة عندك حتى تروح لمحلات موجودة تشتغل تحصل في مقاول تشتغل تروح تكلمه وبعد تيلس اياهم شوف انا اتكلم عن تقريبا الحين خمس سنين كملت وانا ايلس مع ناس اشكال وانواع عندي خبرة في يعني قد ما اقدر اعرف ان هذا شخص زين ولا مو زين لانا قابلت كثير من الشخصيات فانت تبني الخبرة من الحركة هاي انك تروح تيلس تقابل تتفاوض تعرف فالحمد لله اخترت مقاولين زينين سولوا اللي عليهم الحمد لله ما باقول لك من اقوى المقاولين في الامارات بس قدروا يخلصوا المشاريع الحمد لله مشاريع موجودة الحمد لله الحمد لله فسلاش كوفي بدأ من مول كان خلاص ما قرضة ثمانمائة الف ايه وقرض ثمانمائة الف وخطة ونحن نبقى اقول لك كنا نبقى نتوسع مش عشان نفوز في السباب كنا نبقى نكون موجودين بس يعني اليوم ست سنين نحن بعدنا موجودين نريد نعيش هل تعتبر هالشيء نجاح ان ست سنين موجود الحمد لله ست سنين قدرت تعيش في مجال الفود هذا نجاز الحمد لله طبعا انت في امور انا يعني اقول لك كنت اسمي مشاريع قبل من غير ما حق مثلا اساسيات مثلا شو توجهنا شو الامور هذه تعارف انت امور يعرفونها فقط قلنا نقول رؤساء الشركات الكبير مثلا الاستراتيجية التوجه المور هذه طبعا انا اقول لك اربع سنين قبل ما نبلش في سلاش انا بعد في نفس الوقت اقرأ كتب اسمع كتب الاوديو بوكس طبعا قبل ما كان في بودكاست السلحين البودكاست موجود مدرسة الاستثمار بلاش جزء من اني اكون جزء من مدرسة الاستثمار عشان هال اساس المحتوى السمعي انا ما اتعلم الا من السمع والمثلا القراية مو بالقراية السمع والنظر تيب لي كتاب تقول لي تعالي قراه ما ما داني القراية فكنت ايلس اسمع الكتب هذه الصوتية وسمعت في كثير من استراتيجيات كيف جوجل تشتغل منظومة جوجل كله طبقته في الشركة جوجل تقدر تطبقه في اشياء دروس تتعلمها انت انت مو بلازم تطبق كشم يبلمية انت تاخذ الافكار الزينا والله مثلا يشتغلون على نفس جوجل تشتغل نفس الخليات الصغيرة كل خلية ستارتب ماكسيمم خمسة شخاص تيمليد مع كم من موظف فقلت خلاص هذا هو النظام سوبرفايزر وعليه تحته كم من موظف كبرت الشركة قلت خلاص أريا منجر تحته كم من موظف اللي هم سوبرفايزرية إلي ما يوصلون لك أنت عندك بعدين قسم المحاسبة والأمور هذه الحمد لله ست سنين الشركة ما تحتاجني للأسف يمكن سويت النظام قوي بالعكس هذا شيء حلو هذا شيء حلو بس في نفس الوقت كنت أذكر دوم في بدايات المشروع يوم كنت أيلس في كبيت المول في المول وكانوا يولنا الشباب مواطنين يعني كنت أقدم لهم القهوة وسولف عليهم وخليهم الطعمون منتجات يديدة يمكن كانت هذه اللحظة كنت ويت سعيد فيها بصراحة بس طبعا أنا أسعد في نظام البناء بناء الشركة بشكل عام استمتعت بصراحة ست سنين أني بنت شركة الحمد لله في موظفين يسترزقون منها في زباين خلا نقول مبسوطين عليها طبعا الشيء الأساسي الزبون يعني نحن بصراحة لين يومك ما فتكرنا في موضوع الربحية وكم فلوس بتسوي أنت تخدم الناس توفر خدمة تحل مشكلة للناس الفلوس بتي ترا يعني نحن حتى في تسعيرنا كنا نحاول ما نزيد الأسعار بصراحة يعني أنا لأنني أراعي خلينا نقول الطلاب أغلب زبايننا كانوا في المناطق هذي كانوا طلاب عندك دخلهم محدود مبعالي فقد ما قدرنا بصراحة أول خمسة سنين ونص ما نزيد الأسعار اللي ما بعدين التضخم ترا زادت التضخم زادت في رسوم الدفاع مدني أثرت علينا ضرينا نرفع شوي الأسعار درهم أو درهمين لبعض المنتجات عشان فقط نكون عايشين علاقاتكم على طريق التضخم وهذا علاقاتكم مع شركات التوصيل والله شركات أو تجربتك بمعنى صح شوف في أغلب أصحاب المطاعم بي بيقول لك يا أخي هذي أنا صابين بالعكس أنا أنظر إليه النظرة ثانية أنا أشوف هذي شركات نجاح تلكات التوصيل أنت تقدر تخليهم شركات عندك أو تخليهم أعداء فنحن نشتغل معهم نيلس معهم نقولهم يا جمعة الخير كيف نزيد مبيعاتنا كيف نقدر لأن الأساس عندك الزبون كيف تبقى يكون سعيد أنت زبون إذا كان موجود على طالبات ولا غيرها من برامج التوصيل ويوصلنا المنتج في 20 دقيقة نص ساعة يا أخي هاي خدمة زينة ممتازة أنت لو لو إن شاء الله تستثمر ملايين ما بتوصل لها المستوى من الخدمة فأنا أشوف شركات التوصيل هذي كلها زين شركاء لنا للنجاح شركاء توصل منتجك وخدمك للزبوين فكيف تتعامل معها أنت وشطارتك بصراحة يعني نحن من البدايات كنا نشتغل مع أي حدينا ونطالب بنسبة معينة بعدين هم شافوا أن أصحاب الكافيهات يحتاجون نسبة أقل بصراحة يعني الحين كاري لأصحاب الكافيهات يعطونهم نسبة أقل من المطاعم لأن الربحية خلا نقول مش عالية مشتريات الكوفي مش عالية جدا بصراحة يعني إذا أنت عندك مطعم مطعم عندك منتجات كثيرة تقدر تقدمها فالتكتس أو الأوردرات تكون أعلى من الكافيهات في الفترة الحالية الشيء أصلا واقعي بس بعدين سوف يكون فيه خلا نقول التساوي في العضلات وتحتاج أنت هذا التنافس الصحي لأن هذا يخدم الزبون ويخدم المطاعم لأن المطاعم مويد من ضررات النسب اللي يأخذونها خرافية ترى في مطاعم ينخذ منها 35% هذا المباشر غير المباشر يوصل إلى 50% وكتر مع الخصومات مع الخصومات فأنت لازم تحاسب يعني نحن ويد محاسبين في شغلنا مع هذه الشركات نحن فقط نحط منتجاتنا ونحاول أن نبني اللي هي الزبون الوفي المخلص الزبون المخلص نحاول يعني نحافظ عليه عن طريق هذه اللي هي شركات توصيل لأنه إذا تحاول الزبون اليديد أول شيء بتقدم توصيل مجانة بعدين بتحط خصومات وتبدأ تستقطب الزباين اللي هم يدورون العروض ومش غلط بس يا أخي مبلازم تيب الزباين كلها أنت بس تحتاج نسبة معينة اللي هم اللي أوفياء وأنا بصراحة على أطاري الزباين أنا دائما نقول حق الموظفين أنا مش البوس أو الشير هولدر موش البوس البوس هو الزبون نحن في بزنس خدمة الزباين خدمة العملاء نحن موش في بزنس القهوة يعني ما يهم أنت لو عندك أحسن قهوة بس تعال شوف تعاملك مع الزبون يكون سيئ ويرجع لك صح الزباين بعد نحن الحمد لله زباين لهم خلا نقول قدر ويعني مو بس بتعق عليه القهوة وبيرضى لا يبقى عامل محترم فنحن دايما في التوظيف يمكن نحن هذا الشيء اللي ساعدنا من الأشياء الأساسية اللي ساعدتنا أنه ما كنا نوظف خبراء القهوة البريستة اللي عنده شهايد وقوي في القهوة لا كنا نوظف يعني أكثر ناس فيهم بشاشة أكثر ناس فيهم طيب اشتفتت من غلطات براتا ما نيب خبير البراتا خبير القهوة ما نجيبه فكنا شو نسوي أنا فهمت القهوة علمت المدراء الشركة أو سبروفايزرية علمتهم الالسبيشاليتي والمنتجات وكل شيء تسخين وكيف تدرب الناس على التسخين فهذه صنعة القهوة ترى كل حد يقدر يعرفها مش معجزة ترى ولا يعني علم صاروخ ولا شيء بسيط بس انت كيف تتيب الناس الزينة الخيرة فكنا ندوم يوم القابل نختار الناس الزينة الخيرة حتى مرات يكونون شوية بطئين بس ياخد طيبين يفتن عليه حد يتحمل يعرف يتعامل يستسمح منه أنا بقى يبلغ غيره بقى يبلغ منتج غيره إراضيه عرفت لأن هذا انت تكسبه أما تيبلغ أحسن بريستا وعنده كل الشهايد مقيم لعبة الشهايد والكؤوس وأخذ شيء تعامله سيئ مع الزبون لأنه يشوف نفسه في النهاية يشوف نفسه هذا ما نبعه فهذا اللي خلانا بصراحة ننجح هاي من الأشياء الأساسية أنه مشينا عكس ويت شركات الحين ما تكلمنا عن ليوة حمصة ليوة ليوة كوفي شوف أنا سلاش يوم بديتها كان التوجه طبعا وين كنت تتحمص والله كنا نحمص سر ما بس ويداعي لا لا شولهم يا ري من قدونهم دعوة لا لا يستهلون لا شوف كنت أحمص أو كنت أخذ القهوة من محمصات جولد بوكس شوف في ناس تعرف لما أسوي مشروع كل أسراء وين الطحين مالك لا ما بخبر سر سر خلطة يخي مو بسر كل حين الحين حمص قهوة زينة ترى كل المحمص اللي موجودة عندنا ترى قهوة زينة يعني مبني أنا فتحت محمصة لي ومعناتها أنا أحسن من الكل لا قهوة زينة موجودة الحين هي مسألة تنافس في الخدمة فكنا نستعمل جولد بوكس تقريبا سنتين بعد سنتين يا جماعة الخير أنا أريد أقدم السعار تنافسية حق الزباين الله يخليكم نزلوا السعار خمس درامس والله هذا الكلام اللي صار لو سمحت أنا أنا ما نزل عقل كيلو هي عقل كيلو وما أذكر كم ممكن تدفع قريب يعني مبلغ عندهم أماس أرهم زين بس أنا بس طلبت خمس درامس أقل عشان شو عشان أوفر شوي وأحافظ على أسعاري النازلة ما ترفع ما أرفع أسعاري هالزباين يعني كان شوف كم كان المارجن وقتها ما أذكر أنا والله ما أتخلف التفاصيل على البركة وعالبركة زين والله الحمد لله على البركة زين يا طويل عمر قالوا لا ما نقدر نزل زين سكفت التلفون دقيت التلفون حق شركة يعني تيب لك هالمحامص طلبت محمصة كانوا الناس كلها تيب لك المحمص المكينة الحمص القهوة هي دقيت حق الشركة قلتهم طلبوا لي محمصة الامريكية من أقوى المحمص زين العيون الزبون ما فيه أخذ لأحسن شيء على المحامص الالمانية والإيطالية مكانك موجودة رحت أمريكا القلب هناك بعد لا 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 عشان خدمة الوكيل زين الوكيل طيب زين أنا باتر إذا أخذت من الالمان تعاملهم سيئ يعني بيعاملونك من طلب خشمهم ألماني شو تقول أنت أنت يا ينن نحن مبراحي لك فيطوي العمر خذت الديدريتش الامريكية فنونة حتى تعرفت على أخو واللي مسوي المصنع اسمه مارتين ديدريتش وليس السولف عليه مفاتح محمصة وقهاوي في ثلاث فروح مفاتح في لوس انجلس ريال فنون زين المهم ذكرني ذكرته بيعام فطلبت حماصة 12 كيلو تسدنا يعني كإنتاج وبدأنا نحمص الله ما كنا نفهم شيء في التحميص زين المكينة طبعا تتصنع وتوصلك بعد تقريبا ثلاث شهور قبلها بشهر أنا قلت ما أحد عندي فهم في التحميص زين يا أنا أروح أأيب لي واحد زين عنده كؤوس وجوائز وأخي شيء بيبهدلنا يعني صعب تحصل واحد يعني بينهم يعني خلوق طيب مستعد عرفت أنت تقول له شيء يقول لك إن شاء الله لا اللي عنده كاس ولا جائزة يقول لك أنت تسمعني أنا ما أسمع أنا الخبير أنت شو تقول شو تبع يا حبيبي امشي على قوانين الشركة والبوليسيز والأمور هذي ما يسمع الكلام ما فيه هو يسمونه سوبرستار يشوف عمره قلت لا أنا ما فيه أيب هذي خلني بروح بأتعلم أنت حمص هالمرة ما بأشوف ما فتحت يوتيوب شوي تعلمتم وخذت تذكرة رحت كاليفورنيا رحت عند أنت شكلك يعني تدور سبب عشان هذا واضح حلوة كاليفورنيا زين زين فرحت عند محمصة اسمها ليش اخترتها عندهم مكينة الديدريتش الامريكية وريال يحمص من قريب 25 سنة على نفس المكينة تقريبا ويحمص ميديم روست ولا دارك روست سبيشاليتي سبيشاليتي ميديم ريال الخبير في السبيشاليتي يروح المزارع وتعرف كل الشغلات سبيشاليتي زين فرحت له وعنده كورسات رحت فشفت الكورسات ثلت أيام أربعة أيام غالي وعنده كورس بيوم واحد اخترت هذا قلت له قلت له أنا بحمص هو سألني قال لي إنت شو تبتسوي قلت له أنا بحمص على المكينة وهذا قال لي ما يصدك يوم قلت له مو مشكلة يوم واحد يصد بتعلم كل شيء زين رحت أنا يوم واحد يلس عنده وصراحة تعلمت عن اختيار البنة الأخضر شوف هو أهم شي تختار البنة الأخضر صح وتحمص على محمص اللي هي السامبل تسوي منهن يعني خلينا نقول كميات بسيطة ويوم تطعم يكون طعم طيب طعم حلو بعدين إذا اخترت البنة الأخضر الزين تعال حمص ومورك طيبة وهذا اللي يصار يعني أنا بساطة العملية كلها الزين وخدت الكتيبات كتب وهذا والأمور هذه ورديت البلاد وعطيتها واحد من الشباب كان مسؤول عن البرودكشن اللي هو انتاجية المنتجات ويوزعها الفروح قلت له باك تكون أنت محمص استانس يعني شوف اختيار الموظفين جزء مهم ترى في عملية الاختيار تختار الناس اللي تبعى تتعلم اللي عندها شغاف وجوع جوع يكون ناس جوعانة تريد تتعلم ما تريد يتوب حب النمو حب التطور فالشباب عندي كلهم ما شاء الله عليهم يعني تبدأ هي من عملية اختيار الموظف اخترت الناس الصح في المكان الصح وعطيتهم الأدوات عشان يقومون بأعمالهم بطريقة وهم مرتاحين فيها الابداع بي الشغل بي والشباب هذا تعلم تحميص زين الحمد لله توفقنا في اختيار القهوة والله على البركة يعني اختيارنا للقهاوي اخذنا سامبلات من محامص مختلفة حمصنا على ستايلنا نحن اللي تعلمنا جبنا كم من واحد من خبراء التحميص اللي مونا التحميص ونمشي على قاعدة بسيطة جدا في التحميص حط القهوة حمصها بطريقة زينة لا تخليها ناشفة ولا محروقة تطلع لك تمام خذتو البن الأخضر من جبل علي ولا من وين نحن البن الأخضر كله ناخذه من البلاد من دبي من جبل علي تحديدها مو بجبل علي خلا نقول شركات توريد البن صوب شاسمه راس الأخضر ولا وين مكانهم والله في كل مكان في القوز عندك في القوز في الراس يعني شركات توريد البن اسم المنطقة الراس ولا راس الأخضر ليش أنا اسمي الراس الأخضر هي الراس المهم يا طوي العمر القهوة ناخذها من البلاد بصراحة ما نروح براء البلاد يعني أنا الموظفيني دائما نقولهم القهوة واختار القهوة اللي ما يحتاج القهوة الخضرة زينة موجودة في البلاد وعدنا نحن الحمد لله أظن عندهم عليهم يعني خلنا نقول ما تقدر تتيب أي قهوة خضرة فالحمد لله القهوة اللي اخترناها من ناس فقط تتيب قهوة مختصة الموضوع بسيط تعال الحين أنت بيع لي القهوة الخضرة حمصها تطلع قهوة زينة وأنا أقول بصراحة كنا محظوظين في هذا الموضوع أغلب الناس تخربها في موضوع إنتاج القهوة الخضرة أو إنتاج أو تحميص القهوة بشكل عام نحن كنا محظوظين بصراحة زين راشد أنت بديت في ليوة كوفي من من شسمه من الويرهاوس ما السلاش كوفي صح؟ بديت من السلاش لا لا كيف بدينا محمصة ليوة الحين ست سنين تقريبا سلاش موجود في السوق ست سنوات بعد سنتين من التشغيل بدينا نحمص يعني الحين تقريبا أربع سنوات ليوة موجودة كبران علامة تجارية تحمص طبعا أول شي قمنا نحمص حق عمرنا سنة كاملة نتعلم مع التحميص نتعلم نحمص تخزن طريقة زينة لأنه أنت مو بتعالوا حمص وتخزينك تعبان البيئة اللي حولك التحميص مثلا ما في هايجين خط الانتاج يعني خط الانتاج يكون منظم قمنا نيب شهايد شهايد اللي هي الحسب سرتيفيكيشن علينا أودت علينا تقييم سنويا يعني من عشان نحصل هالشهادة هاي الشهايد تطلع من هيئة الإغذية هاي شهادة دولية زين مطلوبة إذا بتبدأ تتعاقد مع جهات حكومية أو فنادق كبيرة أو الشركات الكبيرة تحتاجها حتى الجمعيات إذا بتنزل منتج في الجمعية لازم يكون عندك شهادة الحسب أو في شركة أو في يمكن شهادتين غيرهم بديلات بس هذي من الأقوى شو أهم يعني شو أهم الشروط اللي يطلبونها والله أبسط شي يعني اللي يشتغل في غرفة الانتاج أو البرودكشن يكون مثلا مو بلابس خواتم ولا أي شي أنا عرفت قفازات تعرف كمامات هايجين طريقة اللبس مختلفة ممتعال وحمص وانت لابس شورت ما يصير المهم موضوع مش سهل وغير الوراق انت بتزور المصنع لازم تكون موقع على أوراق انك يا يوزرت وهاي تفاصيلك وارقامك لأنهم يشيكون بعد يكون في كتاب عند المدخل غير الدخول انت لما تدخل يكون منشيكين عليك فأقول لك ست سنوات من سلاش سنتين نشتري من محمص في البلاد وبعدين قمنا نحمص تقريبا أربع سنوات محمصت لي وشغالة كانت تحمص حق سلاش ونتعلم ما قلنا قلنا ما بنبيعها على الناس ونحن ما نعرف فالحمد لله بدنينا خبرة في سنة الحين تقريبا ثلاث سنوات نحن موجودين على الانترنت محمصت لي وين مكانك وشو قصة المكان قصة المكان لأن هذا استثمار ثاني دخلنا في الاستثمار العقاري المهم يا أخي الاستثمار يا أخي مو مو سهل يعني الناس تتحظى أنت لين أحين أمورك تمام وانت تاجر وأرباب كبيرة الحساب عندي فاضي في الباك ترى ومديون ترى الشركة لين حين مديونة يعني الشركات هاي اللي موجودة يملكها البنك القرض الشخصي سكرته أم لا بعده الحمد لله سكرته الحمد لله الحين في قرض ثاني القرض التجاري التجاري كم طلعت قرض ماكسمم كم كان أظلني مليونين تقريبا مليونين وقلت يمكن مليونين نصلا لا نذكر بس إن شاء الله على السنة الياية سأسدده وأول شيء سوي لماذا لا تتذكر أكيد أنك أخذت قرض وبعدين جزت شيء سويت بس يعني عبيت ماكسمم مافي شوف الحمد لله الحمد لله عشر سنوات أنا بوصل نهاية السنة عشر سنوات في في الاستثمار في الشغل في السوق والعمل الحمد لله درهم واحد ما أخذت من أب ولا أم الحمد لله يعني أقل شيء حتى يعني حتى بضاعت لي وما يشترونها ترى ما في دعم ترى الحمد لله بس الحمد لله الناس حاب الشغل وماشيين هذا كل يوم في بيتكم أبو قال لي أدعمه راشد أشتروا من عنده قهوة انت أول اشترك بس خلنا خلنا ساكتين فالحمد لله ما كان في أي دعم يعني ولا ربية ختم من أمه وأبوه أو الأحل الحمد لله سعيت اشتغلت بصراحة ومشيت الأمور على البركة الحمد لله الله يبارك لك شوف شوف انت تسوي اللي عليك تعال حبة حبة نحنا الحين خبينا مليونين ونص نرجح انت تدور الفلوس أنا الحين عندنا مليونين ونص ليش يصبح نطلع عن القرد وليش الليوة طلعت عشان تكون خطنتها جروحها اخبرك اهي أنا يوم بديت أحمص على محمصة صغيرة كنا في مصفح موجودين في أبوغضابي مصفح نحمص علاقة حالنا زين سياحي الكوست والتحميص على نفس نظام الحماصة هذه وبئة التحميص الكوست عالي بعدها يعني وانت تشغل تراك دكان ثاني أو شركة ثانية تراه لما تحمص فنفس قمنا نوظف موظفين توصيل موظفين تحميص عندك محمص ثاني بعد باك أب تحتاج أنت صح في الشركة يكون في باك أب واحد ياخد إجازة توصيل شفت أن الكوست يا أخي يزاد يعني بدل ما ينقص فالشطارة مون بأنك تحمص تراه وبوفر فلوس أنا تراه لا عليك تشغيل فأنا قمت قلت خلنا أول شيء نبلش نبيع نبيع القهوة سوينا اللي هي العلامة تجارية سجلناها في الإمارات والسعودية قمنا نبيع أونلاين وفتحنا أحد فرع وسكرنا أو فتحت فرع عشان الرحصة وبعت الفرع نقلت الأم و لقي وين فنرجع للقر فقلت أنا الحين يا أخي مو بياسة أحل مشكلة طبعا أنا يعني خلفتي مهندس أحل مشكلة تراه آخر همي ما في مشكلة ليش تحلها ما في مشكلة شو المشكلة أريد كل حد يا أخي يشرب قهوة زينة أنا 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 لما فتحته كان كان هني هني قمت أحط توجهات زينة الشركات قامت تمشي على توجهات زينة وتحتاجها السوق يوم فتحت السلاش قلت أريد أوفر القهوة زينة الاسبيشاليتي كوفي جم كل حد فبعد ما فتحت 14 فرع زين آآ بعد ثلاث سنين من الشغل الكل قم يفتح قهوة زينة فأنا المهمة اللي كنت أشتغل عليها الحمد لله وصلت لها بس عن طريق استثمارات ناس ثانين ففي قهوة الحين طبعا صكرنا تقريبا وصلنا ثمان فروع يعني زين فيه كوفيهات صكرات اللي هي يمكن فيها عنده سوق إدارة أو تشغيل أو مشكلة أو منافسة منافسة المنافسة السوق لا يرحم السوق صعب وفي ناس تمت الحمد لله أغلب الناس اللي تموا منهم الحمد لله سلاش ودبل شوت غيرا من المشاريع يسيرين قدمون خدمة زينة كهوة زينة للناس وجنبهم فأنا شو المشكلة اللي هي خلاص حلت فأنا كنت مأخذ أقول لك 25 موكينة مخزننهم في الستور 25 موكينة وهاق الحين بيع بعتن والله بعتن الحمد لله بعتن من دوبزل دوبزل صدقني هذا الدوبزل هذا ترى أنت عندك هذه أدوات حولك الدوبزل وغيرها من المواقع والإنستجرام هذه أدوات أنت لازم تعرف كيف تستغلها تكون شاطر فيها فأهم علي صح أو تيب لك موظف شاطر هذا إذا عندك راس ما للعود تتوظف ناس كثيرة في كل شيء الحين عندنا مليونين ونص رحنا ملقيوين فياطوي العمر أنا قلت يا أخي أنا الحين عشان أحل مشكلة أول شيء في جمب كل إنسان في الإمارة من حلات شو المشكلة اليديدة أريد أحلها أنا عندي محمصة ليوة محمصة ليوة أريد أوفر أنا من الأساس حطيت توجه الشركة نوفر قهوة زينة طيبة زين للكل للجميع معناته شو أنت تريد توفر القهوة بأقل الأسعار أقل الأسعار لأن الكلب يقدر يستمتع فيها مهم بلاسم تشرب أنت قهوة تجارية شرب بسعر يعني بسيط توجه واضح زين أنت عشان توصل لهذا الشيء أنت تحتاج شيء يسمى خطة الإنتاج روح إلى يوتيوب زين زين وتعلمت عن خطوط الإنتاج في الأغذية بشكل عام تعلمت خطوط الإنتاج كيف تشتغل مم بس في القهوة في الأكل بشكل عام خطوط الإنتاج فايدتها وليش تشتغل طبعا الفايدة الأساسية أنك أنت في خطوط الإنتاج تقلل تنتج كميات كبيرة وتقلل عليك تقلل عليك التكلفة وتقلل توفر المنتج لسعار تهنى أنفسية للزباين أيوة للزبون يبقى سعر زين أنا بايب لياه راح تخذ قرض مليونين ونص زين قلت أنا وش شيء شيء تعلمت ما ريد أجر أريد أشتري عقار فأرخص عقار صناعي في ملقوين رحت اشتريت قمنت شبرة وزين فتحتنا على بعض أربع شبرات الشبرة بالإنجليش ويرهاوس اللي هو العربي اللي هو مخزن 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 كبير مساحة المصنع تقريبا هذه الأربع شبرات اللي فاتحها على بعض قريب الألف متر مربع وزين وتصميم ليش ما رحت على خيار التأجير ليش شرأ اشتريت أريد أبني شيء يعني أريد أبني شيء للأمية سنة الجاية ما أريد أفتح أنا شيء خمس سنين عشر سنين وأسكر ولا سنتين وأسكر أريد أسوي شيء حق المستقبل أرى ما تحس أنك يعني يعني رحت غمرت يعني يعني غمرت ورحت من الأساس الأساس أنك قهوة يا أخي ليش أشتري عقار عشان أسوي فيه مشروع القهوة ليش ما أجري يمكن ما ينجح بعد سنتين شوف أنت عندك تكاليف تشغيل منهن الأجار والأجار مع التضخم يزيد 5% أو يزيد أكثر مع التضخم مع الوقت أول شيء يزيد 5% شيء أساسي عندك القانون ما يمنع صاحب العقارة أن يزيد عليك من 5% أقل شيء وطالع فأنت تعرف أن عشر سنوات قدام تكلفة الأجار بزيد عليك أنا ليش أدفع أجار أنا خلني أملك زين بوفر 100 سنة جدا أنا ما أريد أسوي فلوس يعني سنة سنتين يعني مو مشكلة يعني إذا الله بيرزقنا بيرزقنا بعد 10-20 سنة أنا أريد أبني علامة تجارية الناس تحبها وزين وما تستغني عنها ومو بلازم تدفع وعشان تكون موجودة عندهم أنا اليوم إذا بشتري محمصة ليوا ما أريدك تدفع زيادة إذا أنت عندك مشكلة في الدفع كلمني خلنا نشوف كيف نزل أسعارنا زيادة وزيادة ما عندي مشكلة بس بعد في نفس الوقت المهم نرجع للمليون ونص نزيل اشترينا فيها الشبرات اشترينا فيها زيادة للمستقبل اشتريت فيها مكينة كهوة المونية الألمانية الحين أردنا الموني ذل عليها يعني الألمان لقيتني اشتريت أمريكية بس الحمد لله مكينة جبارة اللي هي البروبات نيبتون 500 اسمها نيبتون 500 تنتج لك 500 كيلو في الساعة هذا خط انتاج انت انت طلعت من محمصة صغيرة إلى خط انتاج خط الانتاج يحتاج كميات كبيرة في التحليص انت تتحمص وايد تنتج وايد أسعارك تقل التكلفة المالتك تقل الكل مبسوط الزبون مبسوط انت مبسوط والحياة حلوة مغامرة كبيرة وخذنا المكينة وأسسنا وحطينا الحمد لله نس رجعنا لنفس المبادل الأساسية ما يبي مقاول أنا المقاول فصممت بروحي المصنع رتبت سويت لتصميم مني هذا منطقة تخزين البن الأخضر مكيفة وباردة وفيها يعني عوامل المهيئة للتخزين السليم بعدين سويت منطقة حق التحميص والانتاج بعدين التعبئة والتخزين والشحن يعني تصميم بسيط جدا ومشا والحمد لله يوم المصنع شغال يكمل تقريبا سنة ونوص أو سنتين في يوم القوين فالعقار الحمد لله نملكه ما علينا تكلفة طبعا تكلفة العقار موجودة اللي هو القرض فمو مشكلة بنسدد القرض كم من سنة بس بعد مئة سنة إن شاء الله نكون موجودين ونخدم الناس الإدارة راشد أنك تدير من بوظبي والمصنع فيهم القوين هل هالشيء صعب ولا عادي قبل كان صعب الحين سهل الحمد لله أنا أقول لك أشوف عشر سنين أنا مو بجالس يعني ياسي تعلم وتتطور أهي تطور الحمد لله من الأشياء الأساسية أني وظفت أو بنيت فريق عمل قوي أنت همشي عندك فريق العمل إذا عندك فريق عمل قوي المور تمشي صدقني الحمد لله يوم أختار حتى ما أختار أقوى بايع قهوة مثلا لا أشوف منه أكثر واحد يحنع الزباين عندي موظفين ما عنده مشكلة إذا الطلبية مثلا تتأخر يروح يشلها روحها ويأخذ تكسي وتصير ترى يأخذ تكسي ويروح لين دبي يوصلها ما عنده مشكلة فهذا النوع من الموظفين نحن نحتاجه ندوره لأنه شوف هو يمثل الشركة ترى الموظف هو اللي يمثل الشركة إذا ما كان يحن أو يهتم الزبون منه بيخدمه ما تبع اللي ترى الرات مثلا كل شهار يسوي اللي عليه وخلاص الحمد لله الحين محمصة ليوة أصبحت من محمصة صغيرة في أبوظبي محمصة تنتج قلنا نقول 40 كيلو في الساعة إلى خط إنتاج في يوم القوين ينتج 500 كيلو في الساعة أو يوصل لـ 140 120 طن في الشهر فهذه الساعة الاستيعابية اللي عندنا والحمد لله شغالنا المكينة وتعلمنا عليها طبعا المكينة فل أوتوماتيك قبل كان كيشي مانيول تعال اسحب ونزل ومرتاحينا لحين الموظفين والحمد لله القهوة اللي ننتجها الحمد لله قهوة زينا نحن ما قلت لك نحن مو بأفضل من الكلب ولكن نحول حاليا السوق اللي يتبيعون له القهوة في الإمارات حاليا نبيع في الإمارات لدينا زباين في السعودية في عمان أتينا طلبيات هل فيه استهداف للسوق معين مثلا للسوق السعودي أكثر في فترليا والله يشوف حاليا تركيزي على الإمارات اللي من السعودية حياة الله كذلك يعني شيء تعلمت أنه لا تحاول تكون سوبرمان وتخدم العالم كل مرة واحدة أنت بعدك يعني هنا ما حد يعرف فأوش أخدم هلك عرب كل حولك يوم يعيبهم الشغل بعدها نروح بالراحة فأنا هدفي أني حاليا أخدم الإمارات وبالأخص يعني تشوف أنت شركة ناشا بعدك فصعب أنك تقول أنا بغطي الإمارات كلها من أول يوم ما عندي الميزانية هذه الضخمة ولكن تقدر تقول خلني أبدأ فريج واحد فريج محمد مزايد غطيت واحد فريج محمد بن زايد الحمد لله محمد لله محمد بن زايد عندنا تقطية مناسبة الحلوة أننا نحن نوصل على طلبات موجودين على أغلب وموزعين القهوة في محلات السلاش أو في محلات ثانية بعد والله هي في محلات السلاش وفي محلات ثانية بنوقع إياهم قريب طبعا ما عندنا مشكلة في النسب اللي يأخذونها عننا بصراحة بصراحة شوف أنت لما تكون حاط الأولوية الزبون ما يهمك كم بيأخذون عنك أنت تقيسها عدل تفاوضهم تفاوضها الشركات وبعدين توقع معهم ما في مشكلة لأنه بيوصلها أنا ما قدر أكون على خلا نقول منصاتنا أو محلات اللولو الكارفور والأمور هذه تكلفة عالية جدا بس إذا أنت موزع اليوم بعطيك أنت وزع هنا أنا اليوم أهتم في الجودة والخدمة ورقم واحد الزبون إذا الزبون مش راضي تراك ما بتمشي في السوق صح لا تقصى لعمرك تراك في ناس صراحة يعني أنا استغرب منهم ييك يسويك هواء أو أي منتج أو خدمة هو الخبير فيها تراك بس يا أخي إذا الزبون ما يباك لا تفرض نفسك إذا أنت ما تعرف إذا ما تعرف تخدم غيرك وتسعد غيرك ما تمشي كيف الزبون ما يباك ماذا شو واضح يا أخي إذا أنت جربت خدمة معينة كانت سيئة جدا زي مهما كانت هي الخدمة السيئة ما حد يباها مهما كان ناس بيتي تجرب أول مرة بس هل بترجع لك لا ما تراه صعب صعب جدا أن تخلي ناس ترجع ونحن نحاول أنا ما بقول لك نحن بيرفك نحن يعني بعيد جدا عن البيرفك بس نحاول عرفت في جزئية ما سألتك عنها خص قروض فلوس لا 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 خلصنا خلصنا من هذا مدرسة الاستثمار ما في تواجد أتمنى توضح للمشاهدين ما هو السبب وراء ذلك والله يطوي العمر بالعكس مشروع جدا ممتع اشتغلت في بدايات الحلقات وبصراحة في حلقات مشكورين عليه بصراحة دي لأسمع ناس ممتازين في السوق بشكل عام ومستثمرين بشكل عام أنا تقريبا عشر سنين نحن شغال يعني أنا تركت وظيفتي طرعا في ناس تعرف اللي يترك وظيفته طفران منها أنا بالعكس أنا أول أربع سنين يعني خلين نقول من تخرجت اليوم عشر سنين أول أربع سنين تقريبا مستمتع وظيفة فنانة مدراء فنانين راتب فنان الحياة حلوة زين بس ما تركت أني زعلان ولا شي الحكس كنت أشوف فرصة في السوق السوق كان بيعلمني شي وبتطورني بشكل مخيف بصدق اتطورت بشكل سريع ولا الرمسة مثلا اليوم ما بعرف رمسها جدام ولا جدام الكيمار عرفت بس السوق أعلمني التعامل مع الناس التفاوض مع الناس والشركات بصراحة تعلمت فالنمو اللي صار لي أنا كفرد كان نمو سريع وجميل جدا وكان محتاج أني أترك الوظيفة طبعا أغلب هذين تعرف شو سمهم الكونسولتانت الخضراء استشارين المستشارين دائما يقول لك تعرف شو أنت أترك وظيفتك لما البزنس مالكي دخل ثلاث أضعاف للراتب أنا تركت وظيفتي كان مدخولي ثلاث مرات أقل على الراتب مشيت العكس بس ما مشيت عشان الفلوس أنا يمكن تقيسة أقول الحمد لله مهندس متعلم ومجتهد بصراحة في الدوام والشغل لي قيمة في السوق زين والحمد لله ما علي أي رسك لأنني الحمد لله ساكن عند الوالد ما علي يعني التزامات وغرات شي اسمه إجارات ومصاريف اليوم يمكن عندي مسؤولية أكبر بس دخلني أدخل للسوق لأنها هاي رحلة يعني تدخل ولا ما تدخل في السوق أو كانت فرصة كان السوق القهوة كان بينفجر فأنت لازم تكون من خلا نقول سباقين فأنت أنا مثلا يوم دخلت قلت مم بس أبكون سباق أريد أكون فول تايم يعني شغال على الموضوع عشان أتقن الصنعة وأتقن الشغل هذا وخدت الرزق وعلى البركة هل نادم أنك قبلت عشر سنوات في الفودن بيفرد لا لا الحمد لله ربك وفقنا في في ومشت الأمور الحمد لله هاي كل حال بصراحة حاولت وائد في التكنولوجي وائد برامج سويت وتقنيات ما مشت خلاصة تقول الحمد لله وتركز على شيء زين فأقول لك عشر سنين يا طويل عمر الحين مرا أحتاج أني أخطط حق العشر سنين الياية بصراحة فقلت أريد أخذ بريك أريد أخذ بريك أفكر أقابل ناس ما أعرفهم مداد أشوف أفكاري ديدة خلي نقول أبحر في العالم بشكل عام وأخذ بريك يعني أنا عشر سنين من تخرجت ورجعت شغل ما يوقف ما ما مو بغلط الواحد يأخذ كم شهر شو هي استجمام يسمونها ولا شو ما ما نعرف نحنا ما المكدم ما نعرف هل صدق الحين أنت ما أخذ استجمام مو باستجمام خلي نقول نوعا ما استجمام نوعا ما صح استجمام بس يعني خلي نقول ما تفكر بشي ما تغامر بشي يديد ما تأخذ قروطي يديدة زين وإن شاء الله يوم من أسدد قرض الشركة وما أفكر أخذ قروط بصراحة متعبة مليت من القروط مو مليت متعبة متعبة يعني أنت لازم تكون شاطر خلي نقول في اختيار المبلغ أو القرض تختار عدل تخطط لعدل بس ما تغامر تعرف متى تحتاجه متى ما تحتاجه فمتعب جدا تيس تسدد وتحس أن البنك هو يملك كل شي وإنت ما تملك شي متعب جدا فأريد أخذ خلي نقول بريك حتى عن للأسف مدرسة لاستمار نأخذ عنها بريك نفكر حتى يعني يشوف نس ما قلت لك أنا موصور إن شاء الله بعد فترة البريك هذه أو الراحة هذه أريد أرجع أصور وأسجل لأنه مستمتع شوف يقول لك أنت نفس لما أتيت قابل الشباب اللي يوني هنا ولا حتى البنات اللي يوني هنا تحس أن تكون من نفس يسمونها نفس النادي نفس اللغة تتكلمون صحيح صحيح فهذهلة ناس هذهلة مجموعتك أنت موش غريب بينهم تمكن غريب في البيت فهذهلة ناسك وهذهلة مجموعتك فصعب أني أنا بتعد عن مدرسة الإستمار أنا لازم شيء ثاني أنا لما أرجع إن شاء الله أرجع بقوة إن شاء الله لأن أشوف اللي ياسين نسويه هنا في مدرسة الإستمار آخر همنا كان هو لين يوم العائد المادي ما في أي خطة أن يكون في عائد مادي بس أنت تبع نشتغل على الموضوع عشان الاستمرارية الاستمرارية صحيح بحيث أن راشد ومنصور ما كانوا موجودين المشروع هذا إن شاء الله يستمر أكيد أكيد ليش نسوي هذا الشيء للمحتوى الهاتف نحن نفتقر للمحتوى الهاتف نحتاج زيادة منه نريد وعي عيالنا رويهم أنه ما في قريقة وحدة للحياة ليس لازم نشوف التوك توك ونشوف الناس اللي يرقصون عادي في محتوى ثاني موجود على اليوتيوب مدرسة الاستثمار موجودة روح تابع تعلم استفيد وإن شاء الله نفيد الناس شوف إذا تفيد الناس ربك يعني بيفتحها عليك صحيح أنت أول شيء قدم شيء أعطي عشرة ضعاف عشان تحصل شيء فإنحنا ودنا بس نعطي فيها الدنيا وبعدين خلاص شو المشروع القادم إن شاء الله خلال هالبريك هذا تمخمخ على مشروع لا 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 ما بسوي ولا شيء أنا الخطة أني ما أسوي ولا شيء إذن قدتك بضع مريح بحاولني ما أسوي شيء شيء فلوس في البنك الحين ولا ما فيه والله الحمد لله الحمد لله دوم أقول الحمد لله الحمد لله أنا 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 ما عندي نو كومنت عن كل شيء ما عليك أوكي الحمد لله إيجابي يدوم إن شاء الله لا لا الحمد لله إيجابي يدوم ونمشي على البركة والله يفتحها علينا وإما نروح إن شاء الله ناخذ بريك نفكر نروح الرملة الحين شتياي حلو نروح الرملة نروح إلى أفرود نقطع شوي زين نفكر ونجهز عمارنا حق الرحلة الياية رحلة العشر سنين الياية نجهز عمارنا إلا بس مهم غلط الواحد يس كم من شهر أنا شبكتك مع أمير أمير منه أمير من مورغان لا بعدني ما شبكتك خلاص لازم أشبكك عشان شكرا للناس اللي توصل لنهاية الحلقة شكرا لنشركم هذا المحتوى شكرا لتفاعلكم شكرا لملاحظاتكم القيمة يسعدني أن أسمعها بصد الرحب سواء كانت مدح أو انتقاد بناء إن شاء الله كذلك لا تبخلون علينا إذا في ضيف ترون أنه عنده قصة ملهمة في مشاركته على حسابي في لينكدن أو عبر isp.trinspodcast.com شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر